اسم كبير بل هو اسم شديد الاهمية بالمناسبة في العمل الثقافي العربي رحمة الله عليه السيدة عبد الرحمن منيف السيدة عبد الرحمن منيف طولت في عمان وتوفي في دمشق طولت سنة 33 وتوفي سنة 2004 يعجبني ايه؟ يعجبني انه جوجل اللي هو محرك البحث الشهير الاكبر في العالم اكبر سيرج انجن موجودة بالمناسبة جوجل يا جماعة عمل ارتفيشل انتليجنس يضرب تشات جي بي تي اسمه براد مهم يعني طيب فاحتفل جوجل زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده بذكرى ميلاد الكاتب العربي الكبير احد ابرز الروائيين العرب وطبعا صاحب رواية مدن الملح باجزائها المختلفة خمس اجزاء احتفل او احتفى محرك البحث الشهير جوجل بعبد الرحمن منيف رحمة الله يا عليزة ما انتم شايفين كده كنتم اقولك انه طول ساعة تلاتة وتلاتين تحديدا يوم تسعة وعشرين خمسة تلاتة وتلاتين عمان في المملكة الاردنية الهاشمية في الاصل وده يمكن كتب فيه الاسداء برحمن منيف زمان انه اصل هذه العائلة هي من شبه الجزيرة العربية دي اصلها مجموعة او عائلة من بطبيعة الحال من كبار التجار المشهورين في شبه الجزيرة الذين ينتقلون ما بين نجد والحجاز ومكة والمدينة وينتقلوا الى الشام وعودة مرة اخرى ودي كانت طبيعة الاحوال الا انه ولد بالمملكة الاردنية اولى الروايات اللي قام المنيف بنشرها الاشجار واغتيال مرزوق ودي نشرت في الف تسعمية تلاتة وسبعين وعلى رأي محمد فتح يونس الدكتور حمد فتح يونس مزهلة هي فعلا مزهلة فعلا الله عليك يا يوز يونس بوضع عشان ايه رواقع ومثقف قديم فالحاجات دي بالنسبة له يعني بتجري في الدم يعني مهم سوز عبد الرحمن المنيف صاحب الخمسية الشهيرة مدن الملح حصل على جائزة العويس الثقافية وكانت في الدورة التانية سنة الف وتسعمية تسعة وتمانين على جيزة ملتقى القاهرة للإبداع رواقي في دورته الأولى سنة الف وتسعمية تمانية وتسعين وسنة الفين وخمسة عقدت الدورة التالتة لملتقى القاهرة للإبداع الأدبي بعنوان الرواية والتاريخ كان المنيف رحل عن عالمنا في الفين واربعة إلا أنها أهديت إلى اسم الراحل العظيم عبد الرحمن المنيف تكريما لإسمه وإسهامه في الرواية في الثقافة العربية بشكل عام باعتباره أول من فاز بالجائزة في دورتها الأولى وتخليدا لأعماله وتخليدا لهذا الإسم العظيم